من المجهودات المصرية التي حاولت أن تعين عن طريق العلم بالجريان الأفلاك وحسابات الشمس والقمر كان مجهودات محمود باشا الفلكي ومحمود باشا الفلكي ومصطفى باشا إسماعيل لما رجعوا من فرنسا وكان تخصصهم هو قضايا الفلك إلى أن سمي به باسمه شارع من شوارع القاهرة وهو شارع الفلكي ومحمود باشا الفلكي من الأبحاث التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة أو بين الحفاظ على الهوية المصرية باعتبار أن الهوية المصرية تمثل الإسلام والعروبة الإسلام حضارة يندرك تحتها المسلم وغير المسلم والعروبة في اللغة التي اخترتها مصر لتعيش فيها وتدافع عنها محمود باشا الفلكي بدأ في الخدمة في قضيتين كبار القضية الأولى هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب طبع قديما حدد في محمود باشا الفلكي اليوم الذي ولد فيه النبي وذلك بحسابات قام بها ورجع من خلالها إلى البداية هذه الحسابات بنيت أساسا على اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن السيدة ماري القبطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم ارتبط بحديث صحيح مشهور منقول فيه أن القمر والشمس آيتان آيتان أن القمر والشمس آيتان لا ينخسفان لموت أحد إذن هذا الحديث قاله ردا على بعض الهمهمات التي كانت موجودة عندما مات سيدنا إبراهيم عليه السلام ابن النوع السلام وهو طفل ما تجاوز السنتين ف تكلم الناس أن الشمس قد كسفت من أجل إبراهيم فقال لا إن القمر والشمس آيتان لا يكسفان ولا يخسفان لموت أحد فأخذ محمود باشا الفلكي هذا اليوم وكسوف الشمس محسوب بدقة متناهية لأن مصار الشمس سبحان الله لا يتقدم ولا يتأخر على مستوى الفيمتو ثانية على مستوى اللحظات وسبب ذلك هو أن الشمس سابتة وأن الأرض حولها تدور بخلاف الحركة الظاهرية التي فيها تخرج الشمس من المشرق وتغرب في المغرب فهذه حركة ظاهرية تنطبق تماما على الحركة الحقيقية لدوران الأرض حول نفسها وأنها تدور حول الشمس فتحدث ظاهرة الليل والنهار بضورانها حول نفسها وظاهرة الفصول الأربعة التي تنعكس ما بين الشمال والجنوب في الضوران حول الشمس إذن فحركة الشمس منضبطة غاية الانضباط لكن حركة القمر ليست منضبطة غاية عدم الانضباط يعني لا تنضبط أبدا ومن هنا يعمل لنا مشكلة في رؤية الهلال ورؤية الشهر الجديد والناس مشوا أخذ بالها أن حركة القمر لا يمكن حسابها ده الكلام ده الكلام الفلكيين الفرنسويين والإنجليز وكذا إلى آخره وظلوا في هذه الدراسات مدة طويلة وانتهت تلك الدراسات في أوروبا سنة 1906 آخر أبحاث عن أضواء السماء كانت 1906 بعد كده عد أن النتائج التي توصلوا إليها عبر هذه الأرصاد المتتالية توقفت وأصبحت من البدهيات ولذلك لما بنروح لهم النهاردة ونقول لهم ده احنا محترين في شهر رمضان يتحكوا لأنه وسبب الضحك أن هذه علوم خلاص سلمت وأصبحت مستقرة وأصبحت يعني لا يسأل عنها حركة الشمس والقمر لأنها تحسبت خلاص وكل حاجة حسنا محمود باشا الفلكي اتخذ من موت إبراهيم علامة على معرفة التواريخ باليوم وبالأسبوع وبالشهر وبالسنة وارتد بها خلفا حتى أنه عين مولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر كذلك فما هو ذلك يوم الاثنين الذي يقع في ربيع لأنه برضو تباطر عن النبي أنه كان يصوم الاثنين فقيل له في ذلك فقال هذا يوم ولدت فيه فهو ولد يوم الاثنين وبعثت فيه وهو دخل المدينة في يوم الاثنين اتناشر ربيع الذي هو نحن ننسبه ومات في اتناشر ربيع أيضا ويوم أود أن ألقى الله فيه وقد لقي الله سبحانه وتعالى في ذات نفس اليوم اللي هو اتناشر لكنه كان الاثنين مش اتناشر وده فمحمود باشر الفلكي لما حسب هذه الحسابات اتضح له أن اليوم المولاد الشريف هو ثمانية ثمانية ربيع الاول وليس اتناشر بناء على ان اتناشر دهو كان ثلاثة أربعة خميس جمعة ده كان يوم جمعة يوم اتناشر ربيع الاول في هذه السنة التي هي خمسمائة وسبعين ده كان يوم اتناشر فلما رجعنا للروايات وجدنا أنه تمانية وارد في رواية اهل السير تمانية وارد واثناشر وارد وسبعتاشر وارد وواحد وعشرين وارد فبنتخير من هذه الاقوال ما يوافق الحسابات العلمية المنضبطة القائمة على ما لا يمكن تخلفه لأن حركة الشمس منضبطا ضباطا ليس بعدهم ضباط